احبائي سعيدلي صباحكم ان شاء الله اتمنى يلقاكم صوتي في احسن اوقاتكم صباح الورد والفل والياسمين صباح الجبن والعسل والزبدة والحليب هذه تحية احد صديقاتي احدى صديقاتي لي وجدتها ضريفة اعدتها اليوم اليوم ساجيب عن سؤال طرح لي في الكثير من المرات تفاديته بالاول لانه موضوع معقد لكنني تعمقت بعد ذلك في السؤال وحاولت حسر جميع الاسباب التي تؤدي الى طرح هذا السؤال السؤال هو لماذا يتوقف الاتصال الروحي بيني وبين الطرف الاخر احيانا يعني مرات يشعر الانسان وكأنه فقد الاتصال بالطرف الاخر الشخص الذي تعود ان يتصل به وان يبعث له رسائل روحية كونية توقف الاتصال لسبب ما ساحصر لكم اليوم كل الاسباب التي تؤدي الى توقف الاتصال الروحي بينكم وبين شركائكم او بينكم وبين توائمكم قبل هذا حتى نعرف التليباتي او الاتصال هو تبادل للمعلومات عن بعد بين الطرفين ونحب نذكركم ان توائم بامكانهم الاتصال بالاصدقاء كذلك وقد جربت ذلك مع صديقتي واستطاعت ان تصل الي استطاعت ان تبعث لي رسالة وان استجيب لرسالتها في الوقت الذي بعثتها وهذا يعني ماذا يعني ان التوائم لديهم القدرة على الاتصال ليس بتوائمهم فقط وانما باي شخص قريب لهم روحيا اي شخص قريب لهم روحيا واكد على ذلك خاصة اذا كانت طاقتهمين بمعنى انهم كانوا اشخاص روحانيين لانه في الغالب الطاقة اليانج تبعث بمعلومات لكن بصورة غير واعية اوكي يعني المطاردين يبعثوا اتصالات روحية لتوائمهم لكن بصورة غير واعية غير مسيطر عليها يعني هم يبحثوا بطاقة او يبحثوا برسائل لكنهم لا يسيطرون على هذه الرسائل بمعنى مثلا ان المطارد اذا تخل في حالة غضب فسيبعث بهذا الاحساس الى شريكه اذا تخل في حالة حزن كذلك اذا سيطر على نفسه تخل في حالة حب مع نفسه كذلك يبعث لذلك انا دايما ننصحكم وقولكم حبوا انفسكم مثل الاوديو سابق حبوا انفسكم حتى ماذا حتى تصل هذه المعلومات الى الكون ويرسلها الى الشخص الاخر طيب لماذا احيانا يتوقف هذا الاتصال في فترة ما في رحلة التوائم يشعر احد الطرفين او كلهما بان هناك غياب تام لهذا الاتصال وانا اعرف الان وانا اكلمكم ان الكثير منكم قد شعر بذلك بما يسمى غياب التليباتي طيب ينبغي ان نعرف ان هناك برمجة يعني اعدادات يقوم بها المخ او الدماغ من لاحداث هذا التواصل يعني التواصل لا يحدث هكذا بصورة عشوائية بل يحدث نتيجة اعدادات معينة وهذه الاعدادات تتغير وتترتب حسب العلاقة وانا صنفت العلاقات الى ثلاثة الاعداد الاول خاص بالناس الذين حصل بينهم وبين توائمهم علاقات فيزيائية او علاقات جنسية والاعداد الثاني خاص بالناس لماذا ادخلت هذا العلاقة الجنسية هنا لان من بين الاسباب التي نريد ان نستبعدها عن التوائم فيما بعد هي ما يسمى بالتواصل الروحي نتيجة التفاعل الجسمي يعني التفاعل الجنسي جسمي أدى الى ماذا؟ الى التواصل الروحي وسأقول لكم فيما بعد كيف يمكنكم ان تستبعدوهم الفئة الثانية هم الناس الذين حدث بينهم لقاء روحي ولم يحدث هناك لقاء جنسي ثم طبعا بعد ذلك حدث الانفصال والفئة الأولى كذلك عندهم انفصالا في كل الفئات هناك انفصال طبعا مثل ما تعرف والفئة الثالثة هم الذين لم يلتقوا أبدا فيزيائيا التقوا فقط روحيا سواء عبر الصور أو عبر الكاميرا أو عبر أي شيء لكن فيزيائيا لم يلتقوا الجسم ألف بالجسم با وهذه الحالة نادرة نادرة الحدوث يعني لكنها موجودة هناك توائم لم يلتقوا أبدا فيزيائيا ومع ذلك عندهم اتصار روحي كبير ببعضهم البعض الأسباب التي جمعتها منظمة ترتيبا منظمة تنظيما كرونولوجيا حسب الأهمية في نظري أنا يعني نبدأ بالأهم ونروح الغير أهم سبب الأول هو التغيرات على مستوى الطاقة الكونية إذا انقطع الاتصال بينك وبين توأمك فأهم سبب فيه هو التغير الكبير الذي حصل على مستوى الطاقة الكونية لأن المعلومات التي تصل إلى عقولنا يعني تتخطى مسافات وتوصل عقلك فهي في الحقيقة تمر عبر الكوسموس أو تمر عبر الطاقة الكونية فالكون هو من والكون هو من يأتي بها إلى عقلك يعني إلى دماغك أو إلى روحك الشخص الآخر يتصل بك يبعث لك معلومة والكون يحملها إليك ويدخلها إليك إلى عقلك ومن ثم روحك تفهمها وتخضع لها في الكثير من المرات ونحن كبشر خاضعين اللي ما يسمى بالمجموعة الشمسية فالطاقة تتغير طاقة الكون تتغير حسب تغير حركة الأرض طبعا حول الشمس هذا أهم سبب السبب الثاني هو صحتنا الجسمية بمعنى إذا أنت أو أنت دخلت في حالة من استرس الجسمي وحالة من استرس العاطفي ستتغير إعدادات دماغك أو إعدادات المخ لديك وسيحدث هناك تغير على مستوى طاقتك من جراء ماذا؟ من جراء الأكل السيء الهضم السيء قلة النوم قلة الشمس قلة الطاقة الشمسية إلى آخره بالفرنسيين قولوا تغير النسق في ذبذبات طاقتك قد يجعل منك غير قادرة على ماذا؟ على استقبال المعلومات أو استقبال الرسائل الروحية وطبعاً الوضع سيستمر طول ما أنت في حالة استرس عاطفي أو في حالة استرس جسمي هذا السبب الثاني من حيث الأهمية السبب الثالث هو ما يسمى بالمحيط الكهروميغناطيسي الذي نعيش فيه مثل ما تعرفون نحن نعيش في محيط مملوء بالموجات الكهروميغناطيسية المحيط الكهروميغناطيسية المحيط الكهروميغناطيسية يعني على مثلاً الميكرو ويف التلفاز الهاتف الجياسم الواي فاي إلى آخره كل هذه عبارة عن موجات أو ذبذبات تؤدي ذبذبات ذبذبات يعني هي ذبذبات تفايلية تؤدي إلى اختلاط طاقتك كشخص بطاقة المحيط الذي تعيش فيه أو تعيشين فيه ومثل ما قلت الأدوات التكنولوجية اللي نستعملها في حياتنا اليومية لها دور كبير في تشويش الطاقة أهم الموجات اللي تشويش الطاقة هي موجات ما يسمى بال الساتليت أو الزنتان تاني الموجودين على العمارة أو على سطح منزلك إلى آخرين البلوتوث كذلك مثلاً يؤدي إلى خلط طاقتك يعني يبدأ بطربة تنينجي العدادات الكهربائية الجديدة كونتور لينكي يعيطوا لهم العداد الكهربائي الإلكتروني جديد اللي تخل حيز يعني الاستعمال مؤخراً كل هذه تؤدي إلى التأثير على طاقتك السبب الرابع هو التحديثات الداخلية أنا نسميها ما يسمى بالميزاجوق انترن يعملها الدماغ كل مرة على حسب مستوى العاطفة أو مستوى الطاقة لديه فإذا انت تدخلت مثلاً في حالة حزن نتيجة أمر ما وقع مع عائلتك أو وقع مع شريكك أو مع لا أدري أي طرف في حياتك فالدماغ سيعمل تحديثات جديدة وممكن في هذه التحديثات الجديدة لن يكون هناك مكان لاستقبال أي معلومة جديدة أو أي اتصال روحي من التوأم يعني في الحقيقة هذا هو اضطراب اضطراب يحصل على مستوى الدماغ وهو اضطراب المفاجئ غرضه التكيف مع وضع جديد مثل مثلاً لما تحصل صدمة عاطفية عند طرف أو عند الآخر فيأخذ الدماغ وقت لإعادة التواصل شريكك صدمك بشيء معين شعرت بالحزن إن صدمت تقوقعت على نفسك إن عزلت فتأخذ وقت تأخذ شهر مثلاً أو شهرين لا أدري حتى تعيد التواصل معه حتى تسترجع حالتك الأولى سبب الخامس هو الإرادة إرادة من أحد التوائم أو من الإثنين معاً لقطع قناة التواصل يعني القناة النقلة للمعلومات فإذا كان أنت قررت أنك تقطع التواصل معه بإرادة قوية وهو ممكن إذا كذلك قرر أن يقطع التواصل معك بطريقة قوية سيطلب هذا تركيزاً طبعاً تركيزاً كبيراً لأنه في الغالب التواصل الروحي بين التوائم يحدث بصورة لاوعية غير مسيطرة عليها قلت هذا الإرادة تطلب تركيز كبير منك أو منه وهو لا يدوم طويلاً طبعاً لأنك مش ممكن تبقى مركز حياتك كلها ممكن تبقى مركز أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع وأنت مسيطرة على نفسك لكنك في النهاية ستفقد السيطرة وسيعود الاتصال من جديد لأن كل هذه التوقفات التي أتحدث عنها هي توقفات مؤقتة أكثر أكثر السبب الخامس نعم الرابع والخامس السبب السادس السبب السادس سعين وهو سبب في الحقيقة بسيكولوجي لكن خاص بطاقة أجنبية بمعنى إذا كان أحد التوائم مثلاً يعيش مع طرف واكتشف هذا الطرف أن مثلاً زوجته أو أن زوجه المرأة مثلاً تكتشف أن زوجها يعيش علاقة التواصل روحي فبإمكانها هذه المرأة إذا كانت علاقتها قوية بزوجها أن تشوش على هذا الاتصال بواسطة ما يسمى بالتفكير بمعنى أنها ستفكر كثيراً في زوجها وبعد ذلك سترسل له طاقة لزوجها لزوجها وسيجعل سيدخل هذا الزوج هذه الطاقة ستدخل الزوج في حالة ذبذبة بمعنى حالة عدم تركيز فسيركز مع هذه الطاقة الأجنبية ولن يبعث باتصالات روحية إلى توأمه لا أدري إذا كنت فهمت إذا علم أحد الأشخاص بأنك أو أنك في علاقة التواصل روحي مع شخص ما وأراد هذا الشخص لنية ما لا ندركها أن يوقف هذا الاتصال بإمكانه أن يفعل ذلك بإمكانه أن يفعل ذلك بماذا؟ بجذب تفكير ذلك الشخص فيه هو من خلال التفكير طبعا أنكم تعرفوا أنكم كل ما فكرتم في شخص فكر فيكم هو بالمقابل ومثل ما قلت لكم أنا كل ما أتقدم في الأسباب أرى أذهب إلى الأسباب الأقل أهمية وأنا أجد هذا السبب من أسباب الأقل أهمية السبب الأخير هو العلاقة الجنسية التي تحدثتكم عليها في الأول إذا لم يكن لديك أي اتصال روحي بهذا الشخص ثم حدث بينك وبينه اتصال جنسي وانطلق لديك تواصل روحي مع ذلك الشخص ثم بدأ يخف بعد الانفصار فاعلم وتأكد بأن سبب الاتصال الروحي هو تلك العلاقة الجنسية التي كنت قد أقمتها مع هذا الشخص يعني إحنا مومسيكولوجي في عمل نفس نسموها بما يسمى نتائج الجنس هذه التواصل الروحي في ذلك الحالة هو نتيجة من نتائج العلاقة الجنسية التي حدثت بينك وبين هذا الشخص ثم حين تنفصل عنه سيخف تدريجيا هذا التواصل إلى أن يتلاشى تماما وينقطع وبالتالي تنسى ذلك الشخص ما هو الدليل هنا؟ دليلي ما هو؟ هو أنك قبل أن تلاقي هذا الشخص جنسيا لم يكن لديك أي إشارات اتصال روحي وبعد أن لاقيت هذا الشخص جنسيا ابتدأت لديك الاتصالات الروحية وعد أنفص وبعد أن انفصلت عنه نقصت هذه الاتصالات الروحية وهذا دليل يؤكد لك بأن هذا الاتصال هو السبب في حصول هذا التواصل وعلى هذا أحبائي أتمنى أن يكون الفيديو قد أفادكم إلى أن ألقاكم في فيديو آخر سأتمنى لكم كل الحب وكل السعادة وكل الرضا على النفس مع السلامة أحبائي سأتمنى لكم